في مفاجأة غير متوقعة عرفت نتائج المصارعين الجزائريين خسارات متتالية دون تحقيق أي نقطة باستثناء المصارع سيد عزارة بشير الذي تمكن من تسجيل نقطة واحدة فقط وشملت النتائج خسارة عبد الكريم فرقات بصفر لتسعة أمام الإيراني محسن الجاد وهي نفس النتجة التي انهزم بها عبد الكريم أوكالي أمام الياباني أوزاكا ثم أمام الأوزبكي أرام في نزاله الاستدراكي بنتجة 0-11 فيما تعرضت ابتسام دودو لخسارتين متتاليتين بنتجة 0-10 أمام كل من المصارعتين الأمريكية والصينية في النزال الاستدراكي إسحاق غايو هو الآخر خسر أمام الإيراني إسماعيلي بنتجة 0-10 و0-9 في مقابلته مع الكوبي سانشيز في النزال الاستدراكي فيما هزم فاتح بن فرج الله أمام الياباني إشيغورا ثلاث خسارت شيما أعويسي أمام منافستها النجيرية بعد إصابتها في الثواني الأولى للنزال كما نهزم المصارع فادير وابح أمام نظيره الفنندي بنتجة 0-4 ليكون بذلك السيد عزارة بشير هو الوحيد الذي حقق نقطة واحدة رغم خسارته أمام الجورجي لاشا بنتجة 1-2 نتائج كانت بمثابة خيبة أمل للمصارع الجزائرية بعد عدم تمكن أي مصارع جزائري من تجاوز الدور الأول أو تحقيق أي انتصار لتصبح حصيلة الفريق صفرية بعد ثماني نزالات من أصل 11 انتهت بعدم التكافؤ اشتركوا في القناة